هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى فريق مركز شباب الوسطى بمناسبة فوزه بلقب دور خالد بن حمد للمراكز الشبابية الثاني لكرة قدم الصلاة إثر تغلبه على مركز شباب سند في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة مدينة خليفة الرياضية وأشاد سموه بالأداء المتميز الذي قدمه فريق الوسطى وما أظهره من روح رياضية عالية وعزيمة وأصرار على تحقيق الفوز ليستحق الفوز بلقب الدور بكل جدارة مثنيا سموه على أداء جميع اللعبين والجهاز الفني والإداري وما بذلوه من جهود كبيرة في سبيل اعتلاء منصة التدويج والفوز بالبطولة كما نوها سموه بالروح العالية التي أظهرها فريق مركز شباب سند الذي أضافر بالمركز الثاني معربا سموه عن ثيقته بقدرة الفريق على مواصلة نتائجه الجيدة في النسخ المقبلة على ضوء ما يمتلكه من عناصر متميزة وجهاز فني وإداري متمكن وأعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن تقديره للدور البارز الذي قامت به المؤسسة العامة للشباب والرياضة برئاسة سعادة هشام بن محمد الجودر رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة وكافة عضاء اللجنة المنظمة للدوري في سبيل إنجاز كافة الترتيبات التنظيمية الدقيقة التي أسهمت في إنجاح الدوري وإخراجه بصورة زاهية على كافة الأصعدة منوها سموه بالحفل القتامي الرائع وما صاحبه من فقرات فنية واستعراضية وحضور جماهيري وإعلامي متميز كان بمثابة مسكي ختام رائع لمسابقة الدوري التي أقيمت على مدار شهر تقريبا وكانت حافلة بالإثارة والندية والمنافسة الشريفة بين شباب المملكة وأضف سموه أن المبادرة التي قدمتها إدارة دورة الروضان رمضانية التي تقام بدورة الكويت سنويا بمنح الفائز بالمركز الأول فالفرصة المشاركة في النسخة القادمة من دورة الروضان قد شكلت إضافة كبيرة لدور المراكز الشبابية هذا العام ومنحت المسابقة زخما إضافيا منوها سموه إلى أهمية دورة الروضان التي تعد أحدة من أهم الدورات الرياضية على مستوى كرة القدم داخل الصلاة لكونها تستقلب مجموعة من اللاعبين المتميزين والمشاهير في اللعبة مثمنا سموه تلك المبادرة من قبل إدارة الدورة والتي تعكس متانة العلاقة القوية بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة في جميع المجالات وبالأخص المجال الرياضي وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن التميز الذي شهدته نسختان الأولى والثانية يشكل دافعا للاهتمام بالمسابقة التي أصبحت واحدة من الحواضن المهمة للشباب الرياضي في المملكة والتي تتوافق بشكل تام مع رؤية المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الرامية إلى الارتقاء بمسيرة المراكز الشبابية في المملكة وتعزيز إسهاماتها في تطوير القطاع الشبابي والرياضي من خلال استقطاب الشباب وتوجيه طاقاتهم التوجيه السليم وتنظيم الأنشطة والفعاليات التي تلبي ميولهم واهتماماتهم المتنوعة مؤكدا حرص سموه على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهذه المسابقة التي أسهمت في تعظيم دور المراكز الشبابية على الساحة الرياضية وأسهمت في اكتشاف العديد من المواهب والخامات الكروية الوعدة في كرة القدم داخل الصلاة لتشكل رافدا أساسيا للأندية والمنتخبات الوطنية وأضاف سموه أن الإقبال الكبير على المشاركة من قبل شباب مدن وقرى المملكة ونجاح الذي حققه الدوري لهذا العام يبعث على الارتياح ويحفزنا على تقديم كل ما من شأنه خدمة شباب الوطن الذي يعد الثروة الحقيقية لمملكتنا الغالية مؤكدا سموه ضرورة تبني مثل هذه البرامج الشبابية التي تريح الفرصة أمامهم لتفريغ طاقاتهم وأبداعاتهم وأحث سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة المؤسسة العامة للشباب والرياضة واللجنة المنظمة على الاهتمام بالدوري بشكل مضاعف والإعداد والتحضير للنسخة المقبلة لتظهر بصورة أكثر تميزا بما يحقق تطلعات وأمال جميع المراكز الشبابية المشاركة وأعرب سموه عن خالص شكره وتقديره لكافة الجهات الداعمة لدوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية وفي مقدمتها الشركات الرعية وكافة الوزارات والهيئات الحكومية التي كان لها أثر بارز في نجاح نسخة الثانية من الدوري مثمنا سموه كذلك تعاون جميع المراكز الشبابية بمختلف محافظات المملكة والتي كان لها بصمة واضحة في خروج المسابقة بأفضل صورة وقد أنابى سموه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول رئيس المجلس لعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة سعادة هشام محمد الجودر للمباراة النهائية لمسابقة دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية الثاني لكرة القدم وتوجه سعادة هشام محمد الجودر بحضور أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية عبد الرحمن صادق عسكر ورئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم سعادة الشيخ علي بن خليفة الخليفة ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة الرودان خالد الرودان ورؤساء المراكز الشبابية في المملكة توجه فريق مركز شباب الغسطة بكأس المركز الأول والميداليات الذهبية فيما قلد فريق مركز شباب سند ميداليات المركز الثاني ترجمة نانسي قنقر التميز الذي حققته النسخة الأولى من دور خالد بن حمد للمراكز الشبابية استطاعت أن تجعل الرياضة ممرا لخلق تمازجا اجتماعيا بين كافة محافظات المملكة وأن تبني قاعدة رياضية قوية تدعم متوجهات سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بتطوير وارتقاء لعبة كرة القدم وبنقل المنافسة من الملاعب العشبية إلى الصلاة وهذا ما تميزت به النسخة الثانية البطولة يمكن حققت نجاحاتها ورأينا نجاحاتها من البداية بمشاركة المجموعة الكبيرة من الشباب البحريني من مختلف مناطق مملكة البحرين مشاركتهم كانت السبب الرئيسي وراء النجاح هذه البطولة رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد لمثل هذه البطولة السنة الثانية على التوالي وترجمت الاهتمام حقا بالشباب وبالمواهب الشبابية ونحاول مثل هذه البطولات أن يكون لها دور في إثراء الحركة الرياضية مملكة البحرين وأيضا تخريج لاعبين في كرة القدم في تنافس وتنافس شريف لكن شفنا الألفة والمحبة موجودة بين الجميع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بما يوليه من اهتمام بتطوير قدرات الشباب البحريني حرص من خلال مبادراته المتواصلة أن يحتضنهم ويرعاهم ويوجه طاقاتهم التوجيه السليم وهذا كان الهدف الأسمى الذي يسعى عليه سموه من خلال دور خالد بن حمد للمراكز الشبابية يكون نقطة التقاء لتحقيق مبادئ الأخوة والتلاقي بين جميع أبناء المملكة لا شك هذه البطولة لها أمية كبيرة بالنسبة لي خدمة شريحة المراكز الشبابية وما في شك كاتحاد كرة هذا سينعكس إيجابا على خدمة رياضة الصلاة بشكل مباشر وكرة الغدم بشكل عام ولا شك احنا كاتحاد بحريني تشرفنا بأن نتواجد منذ الانطلاقة ومنذ التنظيم لهذه البطولة تم تسخير جميع الإمكانيات وطبعا لا شك في النسخة الثانية هذه يعد تطور كبير من النسخة الأولى للنسخة الثانية واندل على حرص سمو الشيخال والتوجيهات للتطوير مثل هذه البطولات وتجمع للشباب وأيضا يمرسون أحد الهوايات المحببة إليهم وانخراطهم في الوسط الرياضي هناك أدة عوامل أما يكتسبونها إن كانت عوامل اجتماعية وهناك انضباط هناك حب هناك ولا فنشوف أن مثل هذه البطولات انكثرت بيكون شيء إيجابي للشباب وراح يوجههم إلى خلق مواطن صحي صالح وانطلاقا من العلاقة الأخوية التي تربط مملكة البحرين بدولة الكويت الشقيقة ستستضيف الأخيرة بطل النسخة الثانية ليشارك في بطولة الروضان لمزيد من التعاون الخليجي لتطوير كرة القدم داخل الصالات اليوم الشباب يحتاجون مثل هذه البيئة بيئة 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 حاضنة تكون لهم ولمواهبهم أفضل يتم استقلالها بشكل أفضل اليوم اللاعبين والمراكب الشبابية هي يجب أن تكون تحاضن لأغلب الشباب الموجودين لكن اليوم اللي جبناه مستوى أكثر من مراكب شبابية جبناه مستوى محترف أتوقع بإذن الله يعني الفترة القادمة خاصة في لعبة كرة القدم والصالات رح يكون لها مستقبل خليجي باهر للمجهود ما بين الهيئات الرياضية والاتحادات اللي تبذلها في تذكير هذه المعبارات البطولة رائعة البطولة تنظيمة ممتاز كل اللي يشتغلون اشتغلوا من قلب والدليل يعني الأجواء مثالية وحتى الختام يمكن من أجمل بطولات البحرين وهالبطولة يعني نتمنى تتكرر كل سنة ومن نجاح لنجاح إن شاء الله هذا اللقب مثلنا شيء كبير لأن تتفوز بهذا اللقب اللي هو الفريق المثالي يعني معناتها أنت قبل الكرة خليت الأخلاق يعني عموما يعني شام عامة بالأخلاق وبالنسبة لدعم سمو الشيخ خالد بعد بطولة ناجحة في قليل مقاييس يعني مو مقصر في أي شيء بالعكس بطولة ناجحة علاميا دعم منقطع النظير يعني للأمانة الشباب البحريني سيكونون على موعد مع النسخة الثالثة من دور خالد بن حمد للمراكز الشبابية لكن بنظرة مختلفة وأكثر تطورا وهذا من منطلق حرس سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على تفعيل وتطوير دور المراكز الشبابية في تبني قدراتهم ومهاراتهم لخلق جيل يتمتع ببنية رياضية قوية تعززها وتجمعها روح اجتماعية وطنية لكافة محافظات المملكة دون الاكتراث بالتقسيم الجغرافي ترجمة نانسي قنقر